موسيقى السيدات والسادة هذه نشرة اخبارية نقرأه لحضراتكم من قناة حضر موت الفضائية والبداية بابرز العنوين وزير النقل يفتتح مبنى الهيئة العامة لشؤون البحرية والمركز الاقليمي لتبادل المعلومات بعد اعادة صيانته وتحديثه اليمن تشارك في اعمال المؤتمر الوزاري للدول الاقل نموا في فين محافظة حضر موت يتفقد العمل بمسارات طرق جديدة ويعادة تأهيل الشوارع الرئيسة بالمكلة موسيقى من العنوين الى التفاصيل اهلا بكم افتتح وزير النقل عبدالسلام حميدة بالعاصمة عدن مبنى الهيئة العامة لشؤون البحرية والمركز الاقليمي لتبادل المعلومات عقب يعادة تأهيله وصيانته وتحديثه بتموين من برنامج الامم المتحدة الانمائي واضح وزير النقل ان افتتاح مبنى الهيئة والمركز الاقليمي لتبادل المعلومات يعد انجازا ومكسبا هاما للحكومة والوزارة كونه يضم 21 دولة مطلة على غرب المحيط الهندي والبحر الاحمر وخليج عدن مؤكدا ان الوزارة تقود جهودا كبيرة في تحديث وتطوير وصيانة كل الوحدات والمؤسسات التابعة للقطاع النقل مشيدا بجهود برنامج الامم المتحدة الانمائي واسهاماته الكبيرة في دعم مختلف قطاعات النقل واشارت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي زين علي الى ان الافتتاح يندرج في اطار دعم تأهيل وبناء قدرات الملاحة والموانئ اليمنية مشيرة الى ان البرنامج نفذ عدد من المشاريع منها تحديث انظمة مراقبة السفن في برج مراقبة الملاحة وترميم مستودعات البضايع في ميناء المعلة ودراسة التقييمات اللازمة لميناء عدن والمكلة شاركت بلادنا في المؤتمر الوزاري للدول الاقل نموا الذي اختتم اعماله في العاصمة النمساوية فيهنا بوفد ترأسه وزير الصناع والتجارة محمد الاشول وفي المؤتمر الذي شاركت فيه 46 دولة اكد وزير الصناع والتجارة اهمية المؤتمر كونه فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول الاقل نموا والمنظمة مستعرضا الاضران لجسيمة التي خلفتها الحرب في اليمن وما سببته من دمار واسع واضران جسيمة طالت كل مفاصل المجتمع مخلفة ازمة انسانية حادة اضافة الى الشلل الكبير الذي اعاق جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية في البلاد واقر الاعلان الوزاري الصادر عن اعمال المؤتمر استراتيجية اليونيدو لصالح الدول الاقل نموا اتساقا مع برنامج عمل الدوحة للفترة من 2022 الى 2031 ميلادية اطلع محافظ حضراموت مبخوط بماضي على سير العمل في تنفيذ عدد من مسارات الطرق الجديدة ويعادة تاهيل الشوارع الرئيسة بمدينة المكلة وتفقد بماضي سير العمل في المسار الجديد لطريق الدائر وسطة مطلعا على سير العمل من اتجاهي جول الشفاء والغويزي بطول 4 كيلو و300 متر الممول من السلطة المحلية بالمحافظة والبالغ نسبة الانجاز فيه 35% واستمع المحافظ من المدير العام لاشغال العام والطرق بساحل حضراموت المهندس صالح العمري ونائبه المهندس نائف بن شملانا الى سير الاعمال الترابية التي تشمل اعمال الشقي والردميات وطلع محافظ حضراموت على اعمال السفلة والرصف الجارية بطريق ربوة خلف والمعاوصة البالغ نسبة الانجاز فيه 94% وتبلغ قلفته مليونا ومئة الف دولار بتموين من السلطة المحلية بالمحافظة ومن المقرر استكمال المشروع في شهر ديسمبر القادم ويسهم المشروع في انجاز مسار جديد يختصر المسافة من جهة المعاوص بديس المكلة الى منطقة خلفة وتفقد المحافظ اعمال الرصف والسفلة الجارية بشوارع احياء العمال بمدينة المكلة وطلع المحافظ على اعمال اعادة التاهيل والسفلة للشارع العام الممتد من جولة السدة الى مطلع الجسر البحري الرابط بين المكلة والشارجة مستمعا ممثل مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع المهندس احمد ميسري الى جهود اعادة التاهيل التي تجري بوتيرة عالية تفقد محافظ حضراموت منخذ بماضي سير العمل في استكمال مشروع تحويل مسار الصرف الصحي بجولة الكتاب بديس المكلة الممتد من جولة الكتاب الى محطة الصرف الصحي بالغليلة واستمع المحافظ من المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عمر الجفري الى اعمال الحفر الجارية لمسار المشروع البالغ نسبة الانجاز فيه 35% وشدد المحافظ على سرعة الانجاز المشروع والاهتمام بجودة العمل لحل مشكلة الصرف الصحي في مناطق ديس المكلة ومشاكل المياه الاسنة على جوانب شوارع الكتاب وتتم بموجب المشروع عملية تحويل مسار الصرف الصحي من جولة الكتاب الى محطة الغليلة بقطر 700 مم ما سيسهم في تجاوز مشكلة المياه الاسنة بجانب جولة الكتابة وخفض الاختناق في مجاري ديس المكلة وانهام مشاكل طفح مياه الصرف الصحي وما تخلفه من اضرار صحية نفذ شباب منطقة مدودة بمدرية سيئون حملة للتخلص من القمامات في مسيال المنطقة ضمن ايطار الوعي المتزايد باهمية الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر العام للمنطقة المزيد في التقرير الاتي حملة شبابية للحفاظ على البيئة والتأثير الإيجابي للنظافة في مسيال منطقة مدودة بمدرية سيئون في اطار الوعي المتزايد باهمية الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة بعد المشاكل البيئية التي واجهتها المنطقة من التلوث وتركم القمامة في الطريق قمت بتت هذه المبادرة من شباب من المنطقة نفسها والتي بدت بمناقشة هذه المشكلة ووضع الحلول لهذه المشكلة ومن هذه الحلول أيضا وضعت حاول يوضعون إيجاد الموقع البديل تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي للسكان وتشجيع المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة وتسليط الضوء على الأضرار التي يسببها التلوث وتراكم القمامة إلى جانب تحديد مناطق آمنة للتخلص من المخلفات بشكل صحي وآمن القمائم هذه كانوا يحطونا إمامنا ونظل نحن يوم كل يوم أصحاب السواقين السيارات كم مرة نعطل السيارات عليهم ونوقفهم ولكن الآن الحمد لله أمور طيبة إن شاء الله ولا قصرة والشباب في مكان مخصص موجود إذا هم الله خير يعني خصصوه واللي يبقى يوديه هذا اللي صحته وصحة أولاده وصحة الجيل القادم نحن نجي نرمي وفي نفس الوقت نتخلص من القمامة ونعودها بمرض علينا لا يعني مرة واحدة يعني نكون نرمي القمامة في مكان بعيد ونكون في بيئة صحية حقيقة مشهر يثري القلب من الشباب الذين يبقرون في موضوع ردم القمامات اللي تي على طريق مدودة إذا هم الله خير الشباب أنا فيهم الخير وهم مستقبل البلاد بهم تبني الأوطان وتزدهر تمكنت الحملة من تخليص المنطقة من التلوث سعيا لتحقيق تحسن واضح في المظهر العام فتمثل هذه الحملات مثالا رائعا على قدرة الشباب الإيجابية على المساهمة في تحسين المجتمعات المحلية وتحقيق تغيير ملموس في مناطقهم وتعزيز الوعي البيئي بين السكان حتى بناء مستقبل أفضل واستدامة أكثر أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن مشافي جنوب القطاع تفتقر إلى السعة والإمكانيات اللازمة لاستيعاب الجرحى والنازحين من شمال غزة وشدد على افتقار مشافي جنوب القطاع للمقومات الصحية التي تمكنها من استيعاب الجرحى والمصابين كما لا يوجد أي سعة لاستيعاب من يتم نقلهم إليها وطالب المتحدث جميع الهيئات الدولية المعنية بالعمل لإيجاد آليات أفضل لإنقاذ المنظومة الصحية في القطاع وشددا على أنه لا يوجد أي تحسن في الواقع الصحي المؤلم في القطاع حتى الآن وناشد المؤسسات الدولية بالوقوف مع القطاع الصحي في غزة ودعمه لتعزيز المنظومة الصحية وفي الضفة الغربية أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال 17 فلسطينيا في مناطق الضفة الغربية لتصل حصيلة المعتقلين إلى 3162 منذ 7 أكتوبر وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 232 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي حسم التعادل قمة مانشستر سيتي وضيفه لفربول بهدف لهدفه في الإقال الذي احتضنه ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتازة وافتدع هالند التسجيل لصالح السيتي في الدقيقة السابعة والعشرين قبل أن يعادل أرنولد النتيجة لفربول في الدقيقة الثمانين وبهذه النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 29 نقطة كما رفع لفربول رصيده إلى 28 نقطة قتام النشر إليكم تذكير بأمرز ما جاء فيها من أنباء وزير النقل يفتدح مبنى الهيئة العامة لشؤون البحرية والمركز الإقليمي لتبادل المعلومات بعد إعادة صيانته وتحديثه اليمن تشارك في أعمال المؤتمر الوزاري لدول الأقل نموا في فيهنة محافظة حضراموت يتفقد العمل بمسارات طرق جديدة ويعادة تأهيل الشوارع الرئيسة بالمقلة في ختام النشر تقبل تحياتي وتحياتي فريق العمل ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي آت حضراموت تيفي هذا محمد بن فضل يحييكم دمتم في أمان الله